أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على إعادة فتح معبر إيرز المؤدي إلى شمال قطاع غزة والاستخدام المؤقت لميناء أزدود في جنوب إسرائيل وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن المجلس الوزري المصغر للشؤون الأمنية قد وافق في اجتماع على خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع كما وافق المجلس كذلك على زيادة المساعدات القادمة من الأردن من خلال معبر كرم أبو سالم يأتي ذلك بعد مطالبات أمريكية بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع